تحدث عن لا يشغل الناصرين بينتقودون. أنا أتكلم هنا من وجهة نظري الخاصة. حرب أكتوبر لا أقول أنه حرب الأمريكان. لكن الإدارة السياسية هناك فارق كبير. إحنا انتصرنا انتصار عظيم. وبالمناسبة كل التحية والتخضير لمصر. وكل من ساعد مصر في حرب أكتوبر. والقوات المسلحة في ذكرى خمسين سنة على حرب أكتوبر. لكن الثاني الإدارة السياسية لهذه الحرب لم تكن على مستوى التضحية. ما الذي تعنيه بالإدارة السياسية؟ إدارة السياسية أنه أروح أفاوض في كامبي ديفيد فيبوا المستشارين كلهم قاعدين يقولون له ده ما يصحش يقول له أنا وقت القرار. فالناس كلها تستقيل وتمشي وتقول له لا ما ينفعش ولو إحنا صمضنا أكتر. حتى كارتر في الآخر قال لقات خزلانة الإسرائيليون وما نحب بيجن كان بيديوا الوعد النهاردة وبيختلف بكرة. الروايات مختلفة. أنا أتكلم على أنه في النهاية أنا هائز بالنتائج. مصر عملت إنجاز وخدت أرضها. لكن الإسرائيل تعملقت وهددت مصر وهددت الدول مصر في الأخير. فكرة النبوء الكبرى أنه سبق عصره والكل تهافت. أن يكون البعض أخطأ خطأ كبيرا ثم يقلده البعض فيما بعد. فهذا لا يعني أن. طب أستاذ عمد لطا. لا في نقطة تانية. لا.